نعم يمكن لذكر الكناري أن يتزاوج مع أكثر من أنت واحدة لكن يجب أن نوفر له بعض الظروف حتى ينجح هذا التزاوج هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو شاهد الفيديو للأخير حتى لا تضطر لأن تسأل هذا السؤال مجددا أراكم بالفاصل وأول شيء سنتحدث عنه هو الذكر الذي سنشتغل به ومن الأفضل أن يكون هذا الذكر دو تجربة أي سبق له أن تزاوج وأنتج حتى نضمن تلقيح ذلك البيب وإن لم تكن تتوفر على ذكر مجرب فيمكنك الاشتغال بذكر غير مجرب لكن الخيار الأول إن توفر سيكون أفضل ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الطائر الذي سنشغل به وهي أن يكون بصحة جيدة وخالي من أي مرض وأيضا أن يكون قد أكمل مرحلة غيار ريش كاملة جيدا وأن يكون قد استفاد من مرحلة الراحة التي تأتي بعد مرحلة غيار ريش كاملة وأتمنى أن لا تقعوا في الخطأ الذي يقع فيه العديد من المرابين وهي البدء في الإنتاج في المرحلة التي يجب أن يرتاح فيها الطائر فالمرحلة التي تأتي بعد مرحلة غيار ريش فهي للراحة وليس للتزاوج حتى لا تقع في العديد من المشاكل وأهمها هي البيض الغير مخصب أو موت الفراخ إلى آخره ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في الأنت التي سنشتغل بها وهي أيضا أن تكون بصحة جيدة وخالية من أي مرض وأيضا أن تكون قد أكملت مرحلة غيار ريش بشكل صحيح وجيد أن تكون قد استفادت من مرحلة الراحة كاملة ومن الأفضل أن تكون حتى الإنات لديها خبرة في الإنتاج والتزاوج حتى لا تواجهك مشاكل معها أما إن كانت ستنتج أول مرة فممكن أن تواجهك معها بعض المشاكل خاصة عندما تقوم بصحة الذكر عنها ممكن أن تقوم بهجر عشها وهذا النوع من الإنات يحتاج معاملة خاصة بعد أن قمنا باختيار الذكر الذي سنشتغل به سنضعه في قفص لوحده بجانب الإنات حتى تسمع تغريده وبطبيعة الحال هذا بعدما قمنا بتجهيز الذكر وأصبح جاهزا للتزاوج وهنا أقصد بالتجهيز هو تقديم الأكل الجيد والمتكامل والغني بالفيتامينات والبروتينات إلى آخره مع الاستحمام والتشميس وهذا بطبيعة الحال سنقوم به مع الذكر والأنت أما فيما يخص أين وكيف سنضع تلك الإنات فيستحسن أن تضع كل واحدة منهم في قفص وأن لا ترى كل واحدة منهم الأخرى فعلى سبيل المثال فإن كنا سنشغل بإثنين سنضع الأولى مثلا هنا ونضع الثانية فوقها حتى لا ترى كل واحدة منهم الأخرى أما إن كنت ستشغل بثلاثة أو أربعة فيمكنك أن تقوم بتقسيم هذا القفص إلى قسمين وتضع حاجزا وسط هذا القفص حتى لا ترى كل واحدة منهم الأخرى هذا إن كنت ستشتغل في مكان واحد أما إن كانت لديك مساحة كبيرة في المنزل وتستطيع أن تضع كل واحدة منهم في مكان وتستطيع أيضا أن تشتغل بأنواع أخرى من الأقفص وبعد أن ندخل الذكر لدى الأنت الأولى سنتركه معها حتى تنتهي من وضع البيض ثم نقوم بسحب ذلك الذكر من عندها ونضعه في قفصه لوحده لمدة تتروح بين ثلاثة وخمسة أيام حتى يرتاح ذلك الطائر ويستعد من جديد ثم سندخله على الأنتى الثانية ونفعله كما فعلنا مع الأولى نتركه معها حتى تنتهي من وضع بيضها ثم نسحب ذلك الذكر ونعيده لقفصه لوحده هذا إن كنا سنشغل مع اثنين أما إن كنا سنشغل مع أكثر من ذلك يعني ثلاثة إينات أو أربعة فهنا عندما نخرجه من عندي الأنتى الثانية سنضعه في قفصه لوحده لمدة لا تقل عن أسبوع مع ضرورة تقديم الفيتامينات حتى لا نقع في مشكل البيض الغير مخصب وأيضا حتى لا ننهك ذلك الطائع وهذه بعض المعلومات التي يجب أن تعرفها فيما يخص هذا الموضوع وأول شيء هو عندما تكون الأنثى لوحدها فإنها تستغرق مدة 35 يوما حتى تفطم الفراخ وتضع البيض مجددا أما إن كان معها الذكر فهنا تستغرق مدة أقل لا تقل عن 26 يوما حتى تستطيع أن تبيض مجددا أما إن كنت لا تريد أن تواجه أي مشاكل فأنا أنصحك بأن تشتغل مع ذلك الذكر بأنتين أو ثلاثة على أقصى تقدير حتى لا توجهك أي مشاكل حتى وإن كانت تلك الطيور لديها تجربة في التزاوج والإنتاج وأخيرا هذه النصيحة يجب أن تشتغل بها كل سنة ما دمت تربي الطيور وهي أن موسم التزاوج يبدأ التجهيز له ابتداء من مرحلة غيار ريش وليس حتى يتبقى لك شهر على الإنتاج فالطائر الذي يغير ريشه بشكل جيد ويستفيد من مرحلة الراحة كاملة فهذا الطائر يكون متأكد أنه سيشتغل جيدا فكلما كانت القاعدة التي بنيت عليها موسمك قوية كلما كان موسم التزاوج لديك ناجحا